كشف تقرير حقوقي أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجنسي والجسدي في حياتها في مصر ورصد التقرير الذي أصدرته وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن العنف الإنسرية أو كشفت عن العنف الأسري في مصر أثناء جائحة كورونا وضحا أيضا تعرض حوالي ثمانية ملايين امرأة مصرية لخطر العنف كل عام للمزيد تنظم إلينا عبر الهاتف سمر الحسيني الناشطة الحقوقية مرحبا بك معنا أستاذ سمر بداية قراءة في الأوضاع الحقوقية للمرأة المصرية لجهة هذه الظاهرة ظاهرة التحرش الجنسي ولا اعتداءات سواء الجنسية أو الجسدية كيف تقايمين هذه الأوضاع؟ مساء الخير على حضرتك يمكن الرقم الذي حضرتك ذكرته هو 8 مليون ده العدد الذي كان عنده شجاعا يقوم بعملية الإبلاغ ده العدد الذي قدرنا أو قدرت الكائنات الحقوقية والكائنات الرسمية لتسجيله ولكن نحن نبص على الظاهرة التحرش الجنسي هو سمة من سمات العنصة ضد المرأة ونحن نتكلم عن أنه 29 سمات من سمات المرأة تعرضوا للتحرش فدي عامل في عامل تاني من عامل العنصة ضد المرأة مطالق بالإساءة الموضية بالحرمان من الموارد المالية بالحرمان من الوصول للتعليم في أشكال مختلفة من العنصة ضد المرأة يمكن ما بيتمش حتى إدراجها في الإحصائيات التي نتكلم عنها فأنا أعتقد أن انتشار الظاهرة في المجتمع المصري أعلى بكثير من حتى الثمانية ملايين اللي هم نسبة موزعة في المنازل إذا نتكلم عن المواطنين الدولة المصرية 100 مليون فالثمانية مليون نتكلم عن الأقل من ثمانية لعشرة في المية من المواطنين المصريات يتعرضوا للعنص على شكل يومي وطبعا يمكن التقارير لحزاك الكلمة عنده والعديد من التقارير رفضت أدئة وباء كورونا وفكرة العزل ووجود الناس في المنزل لفترات طويلة ده أصلا يخلق أزمات نفسي فده يمكن زود كمان حالة العنص المنزلي بشكل كبير في مصر طيب هل يوجد وعي كاف بشأن هذه الظاهرة سواء في المجتمع أو أيضا فيما يتعلق بتعاطية السلطات معها أيضا وفيما يتعلق أيضا بالقوانين هل يوجد ما يكفي من الوعي بخطورة هذه الظاهرة وفيه جانبين فيه جانب أول متعلق بوعي الضحايا أصلا الضحايا العنص بأنه ده نوع من أنواع العنص ده أصلا محتاج يتم تنميته في المجتمع المصري ده مش موجود يعني فيه زواهر من زواهر العنص ضد المرأة ما بيتنمش أصلا تصنفها مجتمعيا على أنها عنص ده أول حاجة الحاجة الثانية أنه الدولة بتغضى كثيرا والمجتمع حتى يعني شكل اجتماعي وثقافي بيتغضى كثيرا عن مظاهر من مظاهر العنص في المرأة بمنطق أنه يعني معلش عصابه فالة تتمعشها في الظروف الصعبة كاملة وأن المرأة ده مجل التنفيذ ده حاجة الحاجة الثانية أنه فيه عدة عامل بالساجة المرأة أنها تتشجع فتقوم بالإبلاغ عن حالات العنص للتتعارض الأول أنها تقدر تخلق نفسها بعد كده بيها أمينة تحميها من شخص الأنبو عن صده ده يمكن أن تكون موجود في مصر بالنسبة حتى المطلوبة يعني فيه منازل المعنفات ولكنها أولا لموجودة بالكثافة المحيطة يعني لتتناسب مع عدد السكان يعني يمكن آخر حاجة عملتها الآن من الصحدة كان أربع لست منازل المعنفات مش فكرة بالزبط إذا كان ستة أربعة ولكنها بيتكلم على العدد محدود جدا لما بيتكلم على تمانية مليون ده حاجة متعرفة عليها أن أنت بتحتاج لهم إعادة تأهيل محتاج لهم أماكن أمينة محتاج لهم إعادة تأهيل نفسي هذه البرامج لسه مش موجودة في مصر بشكل منهجي الذي يجب أن يتواجد عليه ده عشان يقدر يواجه الظاهرة عشان يقدر يحمي المرأة ويقدر يشجعها حتى إنها تقدر ترني هذه الظاهرة ورى ظهرها وتقدر تقبل حياتها من غير خوف من المتائج التي قد ترتب عليها وهي في الأغلب يبقى عند جسدي مضاعف بالنسبة الكثير من الشيء أصدر نعم هذا فيما يتعلق ربما بالمقاربة الاجتماعية لمجابهة أو مواجهة هذه الظاهرة ماذا عن المقاربة القانونية؟ هل ما هو المطلوب أيضا؟ الآن نسيما فيما يتعلق بالعقوبات هل هي كافية لمواجهة هذه الظاهرة؟ هل المطلوب تجديد العقوبات؟ مثلا ما هو المطلوب؟ الأول حاجة أساسية خلق آليات لاستقبال الشكاوة ويمكن أن ندمج بسط العنف حتى تتحارش في كافة أشكال التنييز أو العنف ضد المرأة لابد من خلق آلية واضحة لإستقبال الشكاوة تتفهم وضع الضحية في الأحظة فمثلا من أول أنه اللي يتلقى الشكاوة لازم تبقى ستة ده تعديل أو إجراء حتى مش حتى تعديل قانوني لابد أن يتم لأنه ستة هي لتقدر تحس بالمشاعر أو هتقدر تتفعها مستفاصيل اللي مشتجة تكتبها بتقرير قانوني أو في محضر عشان يقدر يتعمل بناء عليه قضية وبرضو تقدر يعني لازم يبقى فيه عقوبة للأشخاص اللي هم بيتواطقوا للتغاضي عن بعض برائم العنف المنزلي من نوعات عشان البيت يمر عشان معلش يصدجوذك مش هنعمل المحضر حاجات كثيرة بتحصل داخل أقصم الشر ده أولا يمكن العقوبات أنا مش دايما ضد مع فكرة تغليز العقوبة ولكن حتى تفعيل العقوبات القائمة مش حاصل في مصر لأنه مسألة إن الشكوى أصلا توصل من مرحلة اللي اتدربت في البيت دي تقدر تروح الاسم تقدم شكوى ويتم يعني تفعيدها للكينات القانونية المختلفة نادرة ما بيحصل بسبب ضغوط مختلفة مجتمعية أسرية قانونية حتى عناصر إنفاذ القانون لذلك الشرطة بيضغطوا عليها نفسيا فأعتقد أن فيه إعادة محتاجي بقي فيه إعادة هيكلة أو يبسل يعني هيكل منقصة لتعامل مع الظاهرة دي التعامل مع البلاغات دي وهل قبل كل هذا إذا ربما بحاجة إلى تحديد مفهوم لهذه الظاهرة التي لا تتعلق طبعا بمصر فقط بدول عربية أخرى بدول كثيرة أيضا في العالم لعلى بداية ربما الحاجة إلى تحديد المفاهيم لهذه الظاهرة وانتلاق من ذلك ربما التوجه إلى المقاربة القانونية لها صحيح طبعا أتفق مع حضرتك هذا مسألة تعريف العنب ضد المرأة ودوانب المختلفة يمكن فيه بعض الحاجات حتى التقارير الدولية التي تنفق مثلا السيطرة أو حرمانها من الموارد المالية مش كل التقارير بتعتبرها نوع من أنها العنب ضد المرأة عرغم ده عنب مباشر وقوي الإفاءة اللغزية حتى الآن يوجد بعض الجدل حوالين اعتبرها عنب ضد المرأة أو لا هو عنب التقليل أو الحص من قدر الشريك هو عنب عدم التمح للمرأة بالوصول مثلا لحقف التعليم حرمانها من حقاف التعليم لنوع من أنواء العنب المضاعف للمرأة فيمكن أنا طبعا طبعا باتفق مع حضرتك أنه على الكائنات المختلفة تقديم التعريف واضح أن لم يكن حتى التعريف واضح ولكن على أقل جوانب واضحة يعني الأسبكت نجم تبقى واضحة جدا وبذلك عليها نقصر أن نتعامل معها قضونة نتعامل معها اجتماعيا وغيرها شكرا جزيلا لك سامر الحسين الناشطة